بخطر اللي سهل علي حياتي بخطر اللي غيره بخطر اندجو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفتكروا زبان قوي لما الارمن وجهوا المجازر التركية وجم لجأوا لمصر وعاشوا فيها وعملنا احنا حلقة عن جاليا الارمنية في مصر عاشت ازاي وعاشها بسلام لحد دلوقتي ولما امورهم اتصلحت رجعوا اليونانيين لما كان عندهم ازمات وجم وعاشوا واشتغلوا واحتضنتهم مصر برضو ولما الدنيا تصلحت جزء رجع وجزء قاعد معنا مونسنا وهكذا وهكذا الاجتياح الكويتي مثلا لما الشعب كويت ناس كتير منه جم عندنا وحتى من بعض دول الخليج وجم في الفترة دي والازمة دي احتضنتهم مصر وخدناهم في عينينا وقلبنا وحضننا ولما الدنيا رأح لها رجعوا اخواتنا السوريين وعندهم ما عندهم من ازماتش عايزين نتكلم فيها لكن دايما مصر ارض الحضن الطيب والرزق الحلو ولانهم شغيلة وشطرين ونضاف جدا في شغلهم وطول عمرهم تجار وبطوع شغل لما جم ماردوش يعودوا اشتغلوا اشتغلوا واحنا كمان مبسطنا جدا لما لقناهم شطرين ومتميزين ودقوبين وزي الفل وموعدهم حلوة فرحبنا بيهم ورزقوهم الحمد لله ربنا سببوا يكون في مصر ان شاء الله يرجعوا بألف سلامة وخير لبلدهم لكن هما في بلدهم وعشان كده الاكل النهار ده سوري هنشوف كام مطبخ سوري يجننوا اكل طبعا كلنا عارفين جماله وحلوته وعشان كده بقولك اهو من اول المقدمة حضروا حاجة تكلوها عشان ما تنبروش علي ان شاء الله شوية فشار زي ما انا بعمل في البيت لما بتفرج على الحلقة فالنهار ده احنا مع المطبخ السوري واولاد بلدنا وابناء وطننا التاني سوريا ومع بعض كلنا نقضي ليلة هنية وجميلة يلا بنا زي الاسم ما بيحمل حنين كبير للشام سوريا النبيلة بشوارعها العتيقة وميادنها الوسعة وقلوب اهلها الموجوع على الوطن والدايبة في حبه ميدان الشام جه بكل رسائل الحب من كل ميادين الشام وقدمها اكلات شامية بطعم الحنين والعشق للمصريين وللدنيا كلها بسم الله ما شاء الله حاجة حاجة الواحد ياخد اقامة ويجي يعد جنبها مساء الخير مساء خير مساء النور سيد سامر شعار الشيف طارق الشيف طارق مالعين ايه الاسم ايه سامر شعار سامر شعار انا في جطرة باعرفة طيب يعني الشيف هو اللي عامل كل الأحداث الفلكونية دي طيب تعالنا نتكلم بقى واحدة واحدة عشان انا عصابي تعبانة دي تعمية مبدئيا نعم خلاص تمام وليه تعمية مدورة وفيها خرم احنا بنعملها دي بالحمص ايوه مش بالفول زينا لا مش بالفول ايوه اه مش مستنيه اسأل يعني مستعجلة على رزقي حلوة طبعا مش زي المفول لكن يعني مختلفة كان حلوة طب دلوقتي سيد سامر وشيف طارق عندهم محل او سيد سامر عنده محل اسمه ميدان الشام احكيلي قصة حياة ميدان الشام جملة وتديني طبق اوكي احنا جينا من تقريبا من ست سنين بـ 2012 جينا اخترنا مصر اول شي لانه هي قريبة من سوريا والشعب كمان قريبا من الشعب السوري وطبعا احنا نعرف يعني الشعب المصري بيحب المضيافين يعني ولحنا رغبنا هالبلد عن سوء عن البلدان كله يعني احنا ربنا يعني او تاريخنا وكل حاجة مخلينا اشقاء طبيعي كده الحمد لله ولحنا علشان كده اخترنا مصر ولحنا انا اول ما اجيت مصر عدنا تقريبا شهرين او ثلاث شهور يعني اكلنا الاكل مصري فيه حاجات كتير حلوة عندكم بس لحنا اننا لكم ادقكم الخاص وطهيكم طبعا المتميز يعني ما يمنعش تمام انت روحت فين بقى اول ما اجينا لحنا اول ما اجينا كنا بالمهندسين تمام وبعدين بعدين طلعنا مدينة نصر ما خلينا تقريبا منطقة بالقاهرة الا فتنا فيها ورحنا نشوف يعني المكان اللي ناسبنا واكتر شي اللي ناسبنا هو ستة اكتوبر اه عشان الجو يعني؟ عشان الجو اه اوكي الجو ابرد من القاهرة اه اجاف يمكن او حاجة اه البرد حلو عندك قريب لجو السوري وطبعا انت عندك ايه كان في سوريا اه شغالين نفس النشاط حلو قوي ولما جيت ما كانش معاك ادوات ولا جبت حاجة معاك ولا قدت جاي في الاحداث اه جينا عادي يعني اه جينا لحنا والاهل وبعد تالت شهور اخترنا انه نفتح مطعم تكمل بقى في نفس الكارير نكمل نفس المجال اللي احنا فيه في سوريا اه وانا اللي احنا مازال هم عندهم اكل طيب بمصر حندوقهم الاكل تبعنا احنا والله ده احنا نرعنا شخصين ارحب بحضرتك جدا طيب حتة حتة بقى الشيف طارق نعم هسألك على الحاجات اللي مش فهماها اتفضلي ايه الورد الابيض اللي قدامك ده هناك ده هنا اه دي جبنة 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 اه جبنة جبنة ايه جبنة دي حاجة احنا متخصصين فيها في سوريا نقولني يا سامر والنبي يشتورك نقول لها جبنة شلل يعني جبنة مشللة مشللة اه مشللة هي تعني اللي هي عاملة زيدي هتصدى ان انا دي اول مرة اشوفها مع ان انا يعني اه قريبة منك وكله دي بتتاكل كده اه مع العيش وكده ده عيش مين احنا بتوع عيش اه هي عادة كده تتاكل هعمل بتوع عيش خالص اه قريبة من الحلوم بس حدقى شوية عناها اه مش كده اه انتوا اللي بتعملوها اه احنا بنعمل دلوقتي دي الواحد يأكلها كده عادي خطها في خبز اه او بيقولها عادة اه معهاش حاجة لا ممكن حضرتك انت مثلا احنا هي ازواق يعني ممكن انا اخسلها اروح الملحب منها ايوا وحط لها زيت زيتون واكلها معها يعني هي حاجة ازواق طيب دي مختلفة عن الحلوم ومختلفة عن العكوينة اه صح صح طيب دي حاجة تانية ايه 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 برضو في نوع تاني من الجبنة هلي هو ده الحلوم دي حلوم اه 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 اوكي دي حلوم عارفينها احنا بنكلها ايه مختلفة عن الحلوم بتاعكم ليه علاق ما احنا ما عندناش حلوم اه احنا بناخد الحلوم اه صنعت ايديكو ايه دي برضو مختلفة اه عن الحلوم الطبيعي طيب تعالي نبص بصة كده قبل ما دوق كويس الحلوم تمام الخبز اللي فيه اصفر ده ايه ده ده مع الجناد فطاير بالجبنة فطاير بالجبنة وعليه ايه اه حبة بركة وسمسم طيب ودي المحمرة دي محمرة اللي هي فلفل احمر مدقوق فلفل مع بصومات مع بصومات ودبس رمان وزيت زيتون وزيت زيتون طيب ودي ايه دي زعتر فطاير اه اه ودي منقشة زعتر دي منقشة زعتر حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اللي منقشتت الزعتر engaging شهرة عالمية bed مممم cuز منقشت الزعتر دي قال ايه في ثقافتكم بايامية الامتحانات الولاد بيأكلوا ليه منقشت الزعتر اه بيأكلوها عشان بيقولو يعني هي العادات عندنا الام بتبعت الولد عالمدرسة تعطيه سندويتش زيت وزعتر ايوة علشان الزعتر بيقولك بيفتح الدماغ ايوة بيخليه اسكى فعلا ده تراديشن يعني مستمر ومتصل نعم ديبا كلها كده صح اه بصوا عجين ولا خبز بجبنة ولا عجين بجبنة فطاير بالجبنة مم مم اوكي طيب دي ايه دي محمرة دي محمرة بالجبنة بالجبنة محمرة بالمزرلة محمرة بالمزرلة يعني كمان ما سبتوش البيتزا تعيش في سلام لا هاي مو بيد اه داخلنا فيها داخل تدايق البيتزا حضرتك صح طيب اللي قدامي ده اللي انا هموتى دب الشوكة في ايه اه محمرة لا ده بابا غنوج بابا غنوج السوري يختلف عن البابا الغنوج المصري يعني ايه مختلف ده معمول مع الخضار احنا هممتكلم بتنجان اه محمرة مع خضار وفلفل ودبس رمان وزيت زيتون هو بتنجان ايه اللي ايه ده ايه ده طب انت حطت فيه فلفل رومي اه فلفل الوان اللي على الوش ده دبس الرمان اه دبس رمان والهو بتنجان اه مفيهوش حاجة معليهوش بقى طحينة زي بتاعتنا ولا بتاعتنا لأ فيه اه اه داني حضرتك يعني هنا همتبال لا انا همتبال انا همتبال عندكم سميها همتبال عندكم اه انا بنقوله همتبال طيب سهذا البابا غنوج تبعنا اوكي هذا الطبق اللي هناك دي حلاوة اه صح اه بس ليه اختلافها مختلفة عن والحلاوة وخلاص لا مختلفة عن المصرية ورده حطين فيها ايه لوز لا لا هي ريحتها وطعمتها مختلفة لا فيها فستو اه اه فيها فستو اه ده مصنع صوري رائعة بس انا لسه عيني في ال طيب بص بقى ده انا عرفا اوكي ده مكدوس مكدوس ده اللي هو بتنجان تمام حادق نعم بيه اللي معلش انا بايدي عادي يعني معين الجمل قوة ايه عين الجمل عين جمل والفلفل اه ووتون وزيت زيتون طيب اهو قبل ما اقول لكم ده ايه حشوقكم ايه ده هيتسقيه بسمنة معنى ايه سورية هي فتة بالحمص فتة حمص فتة حمص ما فيها لحمة او شي تانية طيب بصوا بصوا بزيت الزيتون ايه اهو استنى استنى بصوا ده فتة حمص دي فتة حمص حمص وزبادي وزيت زيتون اه وطحينة وطوم وطوم وليمون وفيها عيش وحمص سؤال مهم تفضل ده فتر اه ده كله فتر تحذر طبعا متحذر طبعا متحذر والله لا كله فتر طيب ده ايه ده فول باللبن فول باللبن يعني ايه باللبن يعني فول باللبن فول فول مدمس اه فول مدمس بس على الطريقة السورية يعني الآن احنا ما امنا ااغ خنده اللي أ sentences يا لها أحبذ زي معي يعني زي مع اوه كويس وحطيت عليه زبادي ده ولا ايه هم زبادي وطحينة وكده مختلف بتحط شعات عليه تبولة وا né بقتونس أه بقتونس بس طيب ودي لبنة دي لبنة صح طيب وجي لبنى دي لبنية اه دي لبنية يعني ايه دي اللبنة دي بتيجي بتيجي ببرطمانات اه صح اللبنة نفسها هاي بس احنا من نكورها ومن نشفها وبتكون ناشفة أكثر من نشفة فبتطلع معنا هيك هقولكوا بقى بنعمل احنا عندنا مش من ده العيش الشامي بنحط دي في العيش الشامي وهو شوية زيت عليها من بتاع البرطمان ونبرمه ونحطه في الكباسة يبقى توستر كده اه ممكن بنصحكوا بص بقى جنبي هنا جريمة لا تختفر بص سيادتك العيش ده بتخبزوه انتو هنا في المحل عندكم وكل طبع العيشين عندكم طبعا والجبن بتصنعوها عندكم اه عندنا وفي حد مختص يعني بالاجبن يعني في حد مخصوص ليعمل الاجبن والطرشي اه والطرشي احنا برضو مصانس بص بقى بص بقى اه استنع ده ايه ده شنجليش مين شنجليش يعني ايه يعني ايه يا هذا عبارة عن اه انتو بتسموا احنا عندنا شغلة اسمها القريش اه بس مو زي القريش المصري اه قريش تاني والحنا بناخده بنحط له توابل اه ومنكوره ومعه الزعتر وبنعمله شنجليش يعني ممكن انت بتكلموا جد انتو انتو نفسكو بتفطروا ايه من الحاجات دي احنا كل الحاجات كل الحاجات مين ازاي يعمل لا ما منحطها كلها مرة واحدة بس يعني متاح لنا مثلا نفطر بس اه في سوريا الفطار ده على طول موجود اه طبعا لا انتو عندوكو كمان تقليد لطيف قوي يعني الست السورية في بيتها دايما كل الحاجات برطمنات اللبناء موجودة مخزنة صح الزتون بالذات الاخضر صح ايه لحنا من من يعني احنا وقت اللي بيطلع الزتون موسمو لازم كل بيت يجيب اقل شي خمسين كيلو ايه بنعمله من خزنه عنا لانه موسم تبعه بيه خلاص فلازم يكون عنا موجود لنا بالبيت نفطر منه الصباح اه وبعدين كمان هم اصلهم الزتون ده ما بيعملوه معاملات مختلفة يعني هو مش طرشي وهو مش زتون ده هو جنب الاكل طول الوقت اه لازم ضروري هو فطر غدا عشا يعني هو اساسي معنا مع زيت الزتون اساسي نيجي بقى للجريمة الكبرى ده يا اطفال صنف حلو اوكي ده يا اطفال بيتنجان دي مربة بيتنجان اه صح صح شفت بقدملك الاكل ازاي طيب ثانية واحدة بقى عشان ايه الليلة اللي انا فيها دي انت هتشيلها فين هو اعتخدها وتمشي هترجحها اللي خدتها دي هترجحها اه هترجحها اه ساحر ساحر ومالوش دعوة بالبتنجان يعني مفيش يعني وهي ثمرة شهية وطيبة جدا مسكرة مش كتير لحمها كتير تعملها ستدودش تكلها كده تحط عليها اشطا اشطا خرابي احنا بسوريا طبعا المربيات على طول كمان في البيوت يجهزوا على طول كذا كذا نوع يعني ممكن مشمو شتين الكرز كله نعمله ده في البيوتنا والفت تديه والفول ده فطار اه فطار طيب انتو فين حضرتك بالظبط نحلكم احنا في اكتوبر وزايد ميدان الشام ميدان ان شاء الله احنا سعداء بوجودك جدا واللي احنا والله السعداء انتو في بيت اهلكم ده كلام قديم يعني تسلم يا رب سحاب البلد وعلى راسنا تسلم يا رب وقد تبخيركم ان انتو بتعلموني حاجات لذيذة جديدة نضفها للمطبخنا لانتو كمان مطبخكم يعني عامر وحلو يعني مطبخنا عصله ده سبع تلاف سنة بناخد من كل الحضارات كلهم متجمع انا كشيف مثلا تعاملت كتير بالطبخ المصري برضو لقيت عندكم شغلات كتير طيبة وحلوة ما كنا بنعرفة لحنا كسوريين وتعلمت شوية هي تعلمت موك شوية كتير ليه لان انا حبيته فلازم اتعلمه كتير يعني اتعلمت التسبيكة المصري والادحة والشاء والملوخية والطشة والمحشي المتسبك الله 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 والبامي المتسبكة وكله تسلم ايديك يا رب ربنا يسعدك ويقدم لك كل الخير يا رب وتتوفق دايما وعنوانك بقى بديني كرتك عشان نتعبان انا نفسيا نورتوني نورك لو بتدور على خروجة لطيفة وقعدة ريئة وبعدين بقى نشوفها ناكل ايه ولا لا معلش بقى رستو مش مكانك رستو مكان الاكيلة الاكيلة اللي بجد الناس اللي بتحب طير دي معدتها والدلة حاسة التزوق وما تعورش جبها بالقاوي المعادلة الصعبة اللي رستو بيعرف يحققها ويحققها صح اه 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 ازاك يا حسام انه اه 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 انت عملت حاجة جميلة اول ان انت نجحت جدا اه في سوريا ولما جيت هنا نجحت رغم البداية الصعبة كان فيه شوية معوقات وكده لكن نجحته اصبحت براند الحمد للحاجة اللي انا دايما بطالب بيه وقلقاني وقهراني ان يبقى محل نجح او بس شعف يعمل براند احكيني حكايتك قبل ما اتخده هدخل على احنا لما طلعنا مصر يعني الحمد لله وصلنا بخير قررنا نعمل بيزنس بالمجال تبعنا نفسه لانه كل انسان بينجح دائما بمجاله اللي هو متعود عليه فحاولنا نعمل مطعم صغير نجرب يعني كيف الجو بمصر تقبل الزبائن الناس بتحب اي اكل بتتقبل الاكل باي مزاق فلما بدينا بالمحل لقينا تقبل فضيعي يعني انا كان اقبال غريب مع انه كان المحل صغير يعني مش كبير هذا الشي شجعنا انه نحاول نطور هذا الموضوع انت بديت بديت فيين بديت في 6 اكتوبر في 6 اكتوبر بعلي الدين فبدينا الحمد لله بالعالمين اللي عينا في اقبال فالناس بديت تطالبنا باكل تاني يعني احنا بدينا بمنيو صغير وبدت الناس تطلب مننا انه نزلي كذا طب مفيش عندكم شاورمة مفيش عندكم بدينا ننزل باقي الاصناف اللي انت بديت ايه وفيه سودي بيبتدي من غير شاورمة اه احنا بدينا بالبداية بالساندويتشات اه ببداية الامر بدينا بالساندويتشات والساندويتشات يعني اللي هي تكويت قريبا فقال محل الصغير يعني فلما لقينا فيه فيه تقبل والسوق حلو والناس بتحب تغير يعني الشعب المصري طواق دائما ليجرب الشيء اللي غامض عنه الجانب اللي اللي هو ما مجربه فبدينا نزود اصناف ونزود بالعمالة وزودنا بالمحلات الحمد لله رب العالمين يعني لاقت كلها نجاح ولاقت تقبل من الشارع المصري طيب انت انت اساسا شيف ايه شيف مطعم كنت تتخصص ايه بقى اولا كنت تتبقى انا والله غالبا اغلب الاختصاصات اللي موجودة بالمطعم معنا يعني مش فكلام لا انا بشتغلها بايدي يعني عرفتي فلان احنا بسوريا بناخد المهنة من سن صغيرة فاغلب الاقصام اللي موجودة بالمطعم نشتغلها بايدنا بس طبعا نلق معنا اشياف كتير بيعطوا للمصلحة ومين اللي نقل براندن يبقى اسمه روستو او يعني روستو ده بقى براند هو اسم محلي بسوريا روستو اه انا قلت على نفس الاسم اه انا لسه عندي محل مفتوح لغاية دلوقتي في سوريا منطقة التل اه بس احنا نعلنا نفس الاسم واغلب برضو للصف كان شغال معي يعني اللي بدنا معهم هون كانوا شغالين معي بسوريا اه والاسم هو معنا يعني نكهة الشواء اه روستو اه فماشي مع اغلب الاكل بس انت ما شاء الله ابو ليس يعني غير ان انا معجبة باكلك اللي انت حتى انت تبهدلني فيه دلوقتي ده اه عملت فرص عمل كتير لناس وفتحت ابوه الحمد لله فضل لله الحمد لله محبوب وعلى المستوى الشخصي محبوب الله يخليك يا الله وبعدين زباينه بيفضلوه بيتخانقوا على انهم يروحوا ممكن ما يلاقيش طرابزة يعني يعني في حالة من العشق البراند وانه بيروح هنا طب ما كانش يبقى ستة اكتوبر يبقى زايد يبقى مش عارف لو فيه في المؤطم وخاصة اكتوبر بصراحة اكتوبر يعني هم اهل اكتوبر بيعتبروا روسته يعني حاجة لهم حتى لما هم مثلا حد من اكتوبر بيكلم حد من برا اكتوبر بقولوا احنا عندنا روسته طب تعالى عندنا روسته مثلا فيه فيه عدة محلات في اكتوبر يعني كل منطقة بتعتز في المحلات اللي بتكوني ابا الضبط هم لان هم سر نجاح المحلات دي كاهل منطقة هم سر نجاح المطعم او اي نشاط اخر ما هو كمان ما هو انت اصلك يعني طب تعالى نخش بشوش كبه وبشوش عليا عاملية انا غلبانة طيب انت عشان مختلف حنقول ان احنا عارفين التبولة عارفين ورق العنب عارفين الصفيحة واللحم بعجين وده كلها عجين بجبنة اه اه ده جبنة مع عجين جبنة بعجين وده وراها طاوق شيش طاوق مع عجين وهي صفيحة شامية هي من احد الاختصاصات يعني بيختصوا فيها اهل الشام ايو بس خليني اطلعها لي البرا الارغيف ناوي ايوة كده الناس بتحب تشوف المنظر ده ده بتخش لو جايباة مسلا تدخلوا المايكرويف يطلع على الصالع النبي او الفرن بص 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 معمول بدقة جميل مشهور جدا في العالم كله طبعا دلوقتي تماما ما شاء الله ولا حوله ولا قوة الا بالله ايه البلوة اللي قدامي دي دي الفرخة المشوية احنا كتير مشهورين فيها كاروستو فرخة حجمة كبير واستواها جيد يعني كانت لا حزيالها بس تدعي اه فالناس مغرمة فيها ومش محشية لا احنا بيجي قدامها روز بقا او فريك وبيجي معاها مينيز او تمي او انا عايز افتحها وكلها طبعا بس فيه ناس مش عايزان يعمل كده عشان بعد التصوير حيخدوها هما بس ما يمنعش يعني اوريكو المنظر ياولاد الشاو ياصلو انت بتشوي بايه بتحط ايه برا على الجلد احنا لا ما محطش حاجة البهارات بتاعتها بس اه بس هي بتقعد فترة على الشوايف فبتاخد اللون ده يعني ممكن تاخد دي حتى تستوي تقريبا ساعة ساعة وحاجة فالوقت اللي بيديها بيديها استوي بالشكل اللي انت شايفها ده انا بعمل لوكو زي البيت الكورية اللي هي المفضلة تيه اه يما فيه ناس بتحط على الجلد من عسل وفلفل اسود عسل بتشعوك كده اه لا ممكن صوص مش عسل انا بحط صوص صوص اه صوص ايه صوص منعمله مستردا ودبس ورمان وثوم يعني صوص خاص كده اه ومردش عليها بوهار مشكل منقوله بوهار شامي بردو اه هم سبع انواع بهارات فيهم فلفل اسود وفيهم جوز الطيب وفيهم خمس انواع تانيين اه فبيدوا مزاق حلو انا نفس اعمل المنظر السينمائي ده بس عزروت المكياج فمش عايزة وعيدة احتفرز بصحتي اللي ممكن يتساءلوا عليه او طبعا الطبق ده يعني مش كل المطعم بتلاقي فيها كده ايه ده ده فريكا باللحمة فريكا باللحمة بتدعمل او بلحمة او بتدعمل بفراخح يعني كده شكلها ارهابي حاجة سنمائية جدا لحسياتك بتحب الفريكا انا بحب الفريك قوي بموت في الفريك واكل رجين بص اللحمة بص اللحمة ملبس ملبن والله العظيم يا لهوي اللهم لك الحمد والشكر يا رب ألف الحمد وشكر لي لأ لأ انت مفتري إن شاء الله صحتين وانا واللحمة الملبسة دي مش معقولة النعومة طيب أنا عايزة بقى ايه؟ اوري الناس السر الكامن في الصانية اللي تحت العيش دي الصانية من لها لحمة بالصانية دي أكلة شامية برضو تتعمل بالفرن قريبة من الكفتة هي بس البهارات مختلفة وطريقتها مختلفة شوية عن الكفتة المعتادة يعني بينزلها بصلة وبنزلها حاجات كده واخد الكوبية بوريح فيه لا بس بقى ببنك دي يا نارسوا ايه بولايس جنتوا ولا ايه؟ طيب استنى اوع الكوبية وطوع عليك لا لا طيب دي كفتة صانية كفتة دي انت بتحط عليها ترنشات قوطة اه بالضبط عشان تسقيها شوية كده بطلع حلوة ومتاخدش بقى صلصة والبطاطس والحاجات دي وبقى كل حد على طلبه وفي ناس بتحب عليها طحنية في ناس بقول لي عايز معاها لبن زبادي في ناس بتحب معاها بطاطس تتفرد على وشها يعني كل شخص بقى حسب هو الإضافة اللي عايزها عليها الله عليها ايه؟ وبتقبل يعني بتقبل كل الصوص عليها ايه؟ لحمة ومعاها بصلة وبهارات وفيها بقدونس بقى مش هتقول طبعا مكونات البهارات لا والله البهارات تكتار ايه ايه بعد ما نخلص اه 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 اينو اه طيب فيه تلات كوببات باللبن على الماء ده تمام مش تلاتة كمان ده دي كوب بناية هلأ هلأ هم تلاتة دول مختلفين هاي منقلا نحنا شيخ المحشي طيب باب ودي كوسة اه بس منقلا نقول لشيخ المحشي انه هي الشيخ طبع المحاشي اه ليه لانه دي الكوسة قواها لحمة بس اه منقل رز او اي حاجة وسنوبر ايه منقلا باشا وعساكرو مع بعض اه منقلا باشا وعساكرو اه طبعا باشا وعساكرو اه فالكوبة هي الباشا والشيش بارك هو العساكرو طيب معلش تعال اطلع كده معلش يا نفس المعلقة هيسامحوني حبايبي دي الكوبة بالظبط وده الشوش بارك اه ده العسكري بقى ديكو اه اه ده بالظبط انت مالك عملها كبيرة كده اه هو عسكري بس كبير شوية شايفين دي الكوببة وده الشوش بارك الشوش بارك ده عاجين ايش روح انت بقى اه بالظبط ده عاجين جواه برضو لحم وسنوبر ومكسرات ودي الكوبة المعروفة برضو بالحشوة بتاعت الكوبة بنزله مع بعض يعني كنوع من التشكيل افضل ما واحد يعمل كوببة لوحدها مثلا فبيعمل اتنين دول مع بعض وفي طبق واحد ببقى شكل اه طبعا ممكن تكليها او تكلها يا عزيزي يا عزيزتي اه باللبن زي ما انا بسقيها في اللبن بتاعها ده كده كده في لبن الزبادي بتاعها كده وده الشوش بارك تفتحيه كده تلاقي العجينة جواه لحمة مفرومة اوكي قال يعني بشرح انا باكل طبعا بلغ وتقومي عاملة كده وجايبة شوية لبن حطها كده فبقى الموضوع جامد انا افضل اكلها بالمعلقة دي عشان هتنقطع الجلابية خليه مكان للشاور معه شاورمت ايه ناسيب ده طب ده ايه ده نفسه تقريبا كوبة اه برضو بس ولا دي فتة لا دي كوبة معها برضو نفسه نفسه اه تقريبا اه طيب ده ايه دي كوبة نية بقى اول مرة شوفها فتحة كده انا اعشق الكوبة الناية اه بس احنا مش مش هتشاطينها هي الشطة بتبيها لون غامق شوية الشطة اللي بتتحطلها اه بس احنا مش مش هتشاطينها يعني اقولنا عشان مش مش هتشاطتها متأكد اه اه هي عايزة بس شوية زيت تايلي صح؟ خلينا واسع اه انا بموت في الكوبة الناية لا حلوة هي كمازة على الترابيزة جميلة هي لازم تكون لحمة الغنم اه اه ما دفعش غير لحم الغنم اه جميلة اه فاضل ايه الشوية عايز ايه مني؟ احب ايه اقمر ما بدك تجرب الشاور معا طيب يعني قال يعني هي الشاور قال يعني الشاور في فراخ وفي لحمة؟ لا هي دي فراخ فراخ ولا لا اه يلا هو هي الترابيزة عندكو الصغيرة اساسا والله كل واحد فيكو يجي ويقول لان عندي ده ده بيعيرونا بالترابيزة يا محمد غيرونا الترابيزة ده احنا اتفضحنا المرة اللي فاتت الراجل اللي عايش في فرنسا ده اللي بعد يقول لنا غيروه الترابيزة عارفو راجل مخك الفرنساوي ده يا مفتر يا بولاية هاي مو الشاور معا طبعه انت قاد متأكد قوي عامل لي كده؟ لو عندنا السيخ لو شفتيه كده تلقى 300 كيلو كده اوزان حلوة يعني هو الشاورمة دي احنا بنفتخر بحجم السيخ بأمانة يعني المطعم لما بيعمل لنفسه اسم تلقي السيخ بتاعه كبير مندي شكل الصبحة كده ضخم تلقى بيدي كده جمالية للماشي يعني بنفتخر ان احنا كريسين لما يكون معايا ريس شاورمة بيفتخر ان احنا سيخي 300 كيلو ده بيقولوا لأ انا سيخي 400 كده يعني انت بتاكل قد ايه من الاكل ده كتير اعترف كتير والله يعني انت شكلك رياضي بس شكلك اكيل اه بالضبط صح بالضبط طب بتحب ايه من اكل ايدك والله يعني اكتر حاجة باكلها الفراخ المشوية الشيش طبو مشوي برضو يعني بحاول لألقى حاجات يعني ريجيم يعني بهرب شوية يعني بس انت عالموما اكلكم مش دسم ابدا مش كتير دسم لا يعني بنحاول نحنا يكون متوسط ايه بأمانة يعني طب هل انت جاي من سوريا بتجرب حظك وبتسعه راسم على انه تبقى براند ولا هي من النجاح ابتدى يفرد نفسه الله يقولك انا كنت في الامارات اشتغلت فترة فعشرت ناس مصريين انا عارف المصريين زواقين عشر سنين امتى يا ابني انت عندك ثمانية وثلاثين عشرت المصريين اه اوكي عشرت المصريين سمعتها عشر سنين انا خمس سنين في الامارات كان في عشرة مع ناس مصريين عارفهم بيعشقوا الاكل السوري وقبل ما اطلع من سوريا في ناس قالوا لي ممكن ما يتقبلوش تلهم انا جربت الناس دي والناس حتى هناك في الغربة يعني من رواد المطاعم السورية فتوكلت على الله وبالاخر كل الامور بيد رب العالمين لما طلعنا تقولنا يا رب وربنا فتحها الحمد لله رب العالمين اللهم زيدها نعمة يا رب وزيدك نعمة ويكرمك عشان البيوت اللي انت فتحها والشباب اللي بتكبرهم معاك وبتطلعهم معلمين في شغلتهم يعني بحب قوي كده انا قوي قوي عندنا عندنا كتير بيطلع جيل متعلم متعلم المهنة بشكل وعلى فكرة في عندي كتير رجالة مصريين دلوقتي بيشتغلوا الشغل الده واكملوا سوري ولما تجيني المحل حوريكي ناس مصريين بيشوي الفرخة بقى زينا بيشوك سيخشاورمة بنفس بنفس الدقة يعني المهارة لانه هو واقف مع الناس بيشوف وبتعلم ده عصر المهارة بالظبط احنا في زمن دوقتي ما تبقاش شاطر ايه عليك يعني الرحمن الرحيم يعني صلوا عليه لازم تبقى شاطر في مهنتك ماهر ومختلف ومبدع فيش وقت ووصخ من نفسك سوف ازاي قاعد عامل وتأكد او يا بوليس انه هو عامل الحركات كلها في مثل عندنا كان بيقول المهنة لو ما غنيتش بتسطر اه يعني لو ما بقتش الواحد منها غني اه بتسطره على الأقل بالظبط فالمهنة دايما للناجل هي يعني لازم طبعا مفيش فكة يا منها نورتني والله يا بوليس ربي يخليك يا مدام والله يخليك يا رب القفة مويدنين يشيلوها اتنين ويد لوحدها ما تسقفش وهي دي ببساطة حدوتة ناريمان مع سامي اللي جم من سوريا سوا وقرروا يشيلوا القفة سوا ويدهم على ايد بعض مش بس سقفوا لا دول عزفوا وابدعوا عزفوا بالأكل أحلى سيمفونية حب وشغل ونجاح يا السلام صفرة غير تقليدية يعني أقروا أعترف هذه صفرة غير تقليدية شكلا وموضوعا السيدة ناريمان الدمشقي والسيد سامي عبدالسطار سوريا أردني خلق بسوريا مش كده يعني اتولد في سوريا احكوا لي الحكاية عملتوا ازاي المشروع ده لما صارت الحرب يعني طلعنا من البلد واجينا لهون شفنا انه قديش الأكل السوري مرغوب هون يعني فحبنا جربنا الحمد لله طب منين الخبرة جبتوا منين يا سامي؟ من اللي عنده خبرة قبل تاني؟ بالنسبة لي من 35 سنة اه اتخرجت من كلية فندقية اه اوكي انا اساسا فندقي وعدت فترة في شيرتون بماريوت وبعدين انتبهت او رحت لمكان تاني بمجال السياحة لما صارت الظروف رديت رجعت مرة تانية من أول وجديد والحمد لله يعني كويس تبتديتوا من البيت؟ اه ولازلتوا بالبيت ولا عندكم؟ اه الحمد لله بالبيت ناشاء الله العظيم شاطرين طيب بص بقى ما عندكمش فيسبوك صفحة فيه عنوك؟ فيه فيه اه تمام فيه اللي هو ايه بقى؟ اللقمة الهنية اه؟ اللقمة الهنية اللقمة الهنية اه وده مثلا ويرك فروم هوم يعني حاجة تقليد جديد جدا وابتدى يشتغل كويس قوي حكاية انه الواحد يبعنده بيزنس من البيت مش لازم ومعدات البيت اه مش معدات صناعية يعني اه طبيق مطبخ ستة عادية جدا بالضبط بالضبط طيب مين شاطر فيكو عن التاني في ايه؟ ولا أفكاركم تول اتنين ما بفينا نقول حدا شاطر اكتر من حدا بس يعني أنا تعلمت منه في تنسيب في احنا اتنين منكمل بعض يا سلام في تنسيب طيب تعالوا نشوف أنا طبعا لفت نظري ده ده أول مرة نشوف الشكل ده ها ده ها ده أكل شامية قديمة جدا اسمها بسمشكات معين؟ بسمشكات بسمشكات اه هي لحم اه لحم ضاني اه استنى ده لازم اقطع محشي محشي اه محشي لحم ورز ومكسرات لحم ضاني محشي لحم ورز لحم بتلو بتلو مم طب هقطعها اه بعد هيز لقوين مطلق الحرية اه لأنه أكيد من جوه بتبان بانت والسوس ده ايه سوس ايه هادي ديمي جلاس أنا أضفته إضافة على الموضوع هي أساسا المفروض تيجي مع صلصة حمرة اللي هي صلصة الطماطم بس أضفت أنا إضافة ديمي جلاس مع المشروع يعني إيه ديمي جلاس صلصة ديمي جلاس مع مرقة اللحم برك الله في الديمي جلاس وحي الديمي جلاس ده ده رهيب بصوا يا لهوي عالجمال لحمة محشية رز ولحمة ومكسرات طبعا أنا بستهبل المفروض أنقل على صنف تاني طب ده إيه ده أوزي يعني إيه معمول من إيه ده عجينة الكلاج محشي رزه بسلة ولحمة ومكسرات برضه طب استاني أكسرها من هنا أه أوكي مش عايزة تأكلي معايا بالهنة والشيفة بالهنة والشيفة حبتي أنتوا ليه بتحطوا مكسرات كتير في الأكل السوري هلأ أنها متوفرة مندلعوا مندلعوا إحنا مندلعوا لأكل أنا برتكب جريمة استانوا صدقوا لازم أكلها بالمعلقة ولو أن ده غير مدرن مش إتيكات ده هي معلقة أظن أنجح لأ أصلي كمم الرز جوه طبعا محلو قوي ما بالهنة والشيفة يا حبيبتي الله يهنيك يا نريم نايب من اللحم اللي جواها دي؟ اه لحمتها اوكي استرد برضو بتلو لحمتها بعد انا اضطحها اضطحها الرز اكلها واكل فوقيها الرز اه تمام مش فكرة لا 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 كده اضبط اقتصادية بداية الصفحة كم سبسكرايبر؟ تقريبا مئة وستين مئة وسبعين شخص عرفوكم منين قريبين؟ في ناس بعيدة وفي ناس قريبة يعني بس يعني ناس مع معارفها يعني كل حد يجربني يحكي للناس اللي اه انتوا في التجمع اه طيب هل انت صورت الاكل؟ انا عايز اعرف طريق البداية اه ابتدانا ببازار عملنا في مدرسة اه عملت اطباق صغيرة وختبت رقم تليفون ام بس في حفلة مدرسة اه معرض اكل سوري يعني اه فوحدة دلت وحدة ابتدانا نشتغل الحمد لله وصورت بقى الاكل عملته اه طبعا عندنا ديس بلاي حلوي اه طبعا انا كله انا صفحات طب دلوقتي عندكم مشتركين قد ايه اه هم المية وستين ولا زادوا لا طبعا عم بزيدوا بس ببطء لانه انا يعني العلفاس كلهم بياخدوا التليفون على الواتس يعني شغلي انا على الواتس اكتر اه اوكي طب بصوا بقى ده طبعا انا سألت ايه ده ده اختراع جديد لحاجة قديمة جدا وتقليدية اردنية مهم لانه سامي اردني ده المسخن اللي يعرفوا اللي بيأكلوا مسخن اردني بيبقى مفروض على العيش كده اه طبعا بجاج مفروض على العيش ومع السماء وصنوبر وبصل بجاج بيه مع عظمه بيحطوه بال اه بس انا لقى هاد مخلي هيك اسلس بالاكل اسهل بالاكل واللفة اه اسهل بالاكل اه لانه اساسا اللي انا عارفاه انه تقليد المسخن انك ما منفعش تاكله بالشركة والسكين اللي لازم بييدك اه مهم اصل مستو ايه بيبقى معمول بالبصل زيت وعليه السماء السماء ده وزيت الزاتون وزيت الزاتون والبصل والسنوبر وهي الفراخ انت هنا لحمة ولا فراخ فراخ ما ينفعش باللحم ليه بقى ما ينفعش باللحم ومعروف بالفراخ والأردر حضرتك بياخد قد ايه في الوصول قبل بيومين قبل بيوم العزومة قبل بأسبوع بس أوقات بيستلم عزومة يعني بيطلبوا قبل بأسبوع طيب كم واحد عندك بيساعد عندي اتنين اتنين بس وانا وزوجي طيب دي شاورمة برضو هم انتم مؤمنين بالفينجر فود اللي الواحد يأكل بالزبط وبعدين طبعا ما ينفعش مطبخ سوري ما يبقاش فيه شاورمة أكيد يعني فالشاورمة هم عاملنا ومقطعينا فينجر فود عشان الواحد يأكل بأيده على طول كده يعني بالزبط كده مش طريقة صح برضو الطعم مختلف وجميل جدا انا بقولش مختلف انه أحسن السوريين كل واحد عنده تقلق في نفس الصنف بس يتقلق لوحده كده حلو قوي ما بتفكروش تعملو هوم ديليفري لو سمحتو ان شاء الله بليز ان شاء الله امتى بقى عايزين ايه عشان تعملو كده ان شاء الله هي تجهيز يعني المواصلات يعني طيب خليني نقول لو أنا بطلب بينك كل هالصفرة تقريبا تكلفني كام والله هي هادي بترجع عهوال يعني كل مادة كم شخص احنا بنتعامل مع المواد يعني لما بدي عمل مثلا طبق جنبري بدي عمل بعتمد على الشخص ثلاث أشخاص أربع أشخاص فهي عدد الأشخاص هي اللي بتفرق بالسعر لسه أنا عايزة تشوفها دي اللحمة بلبن اه لحمة مع لبن زبادي اه اسمها شاكرية بس برضو عملتلك إياها باللي بتلو ربنا يخليك يا رب يا سامي وخبنا أسان بكل شضاني بحبوه وموزة هذا الرز معاها مع دي اللي بخلطة بيتكل مع ايه هذا مع هذه الصلصة مع الصلصة دي الصلصة بس حارة 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 آه بس ممكن ندوها مش حارة كتير يعني ندو إيه إن شاء لي بسيط طيب لأ بس أنا عايزة دوء لأنه فيها لمون وفيها حاجات تانية معلقة صغيرة من الرز ده وعليه أهي كده بس حلو قوي يبقى كفي أيوة أيوة مش كتير طيب بصوا بقى وقادي اللسان بردو ندوقه ده لسان آه تمام ده سوري آه سوري آه يعني من من التقوس اللي تأكله لسان آه بزرط ولحمة الرأس وكل حاجة سوري كله آه حلو قوي شراحة مش حاسة فيه نوضاني خالص يعني اللي مش غاوي الضاني لأنه ما فيهاش سمين هدا يعني هو السمين اللي بيغير الطعم لأ كريحة آه بيغير الطعم بردو آه بصوا اللحمة اللي مع اللبن دي دايبة ملبس بصوا حلوة قوي وطرية ومعمولة حلو جدا وطعمها حلو جدا ما تتكلموا في أي حاجة عبل ماكل شوية كده واللاج ما عاد أسألكم يعني ساعدونا يعني يا شباب هنشوفها طب خايا شكرا على الغداء من اللي عملها؟ وبعدين الأصناف شكلها يعني طب إيه ده؟ ده فطاير سبانخ صفايح سبانخ مش صفايح فطير عجين جواه سبانخ مع الرمان دبس الرمان واللي هنا إيه؟ ها دي فتت مكدوس دي فتت مكدوس دي ها دي فتت مكدوس مش عارف أخدها فين حضرتك يا سامي لازم طبق لواحدة هادي عشان طعم تبين معاك أكثر عشان ما تتخلطش مع الزبادي ها والله طب أتسنى ما خلصلك الزبادي شوف آه نفسه معلقة الرزة تنفع وبعدين المحاشي إيه الفرق بينهم؟ هدا بالخضار وهداك مع اللحم هدا اللي مع اللحم الضاني رز ولحم آه قعد يا سامي أحط لك فتت مكدوس أنا هقوم أنا أحطه عشان ما تعبكش بس يا حبيبي باب الخضار بس يعني اللي هو ما فيوش رزة خالص؟ لأ فيو رز لأ فيو رز مصري يعني لأ مش مصري لأ فيو توقي إنتي وحتعرفي بابتاكل بارد باللمون باللمون والزيت وطماطن وده رز ولحم رز ولحم ومن بره لحم وبتعملوه بتعمليه الواحدة ولا مع الكوسة؟ بصير هيكو بصير بصير هيكو هي لأنه التقليد بتعملوه تنجرة واحدة فيها اللحم لحم كوسة وورقة آه بصير بسموه ورقة برضو حلوة والله أنا مضطرة أدوء كنافة النابولسية والله أزول ماشي ده إيه اللي هناك في الناحية دي؟ بقلاوة يا دي النصيبة السودة ها دي محشية في استقحة لبي طيب ناخد كنافة النابولسية عشان هم عايزين كنافة النابولسية جوه في الكنترول لكن أنا أعز البقلاوة ليه دي مش حمرة من علاوشها زي المتتعودين نشوفها؟ عشان من غير سبغة من غير إيه؟ من غير سبغة ليه هو أنتو من غير مصبوغة لما تطلع حمرة؟ آه عشان تطلع حمرة بيحتولها سبغة ها دي أسامي إزاي حتبقى نبقى مع المالح؟ معلش مضطرة أعمل زي بتوع الأوبن بوفي وحط كل حاجة في طبق واحد عشان زحمة الترابيزة نفضلنا أن هي تكون للأطباق مش للأطباق الفاضية دي كنافة النابولسية يانهارا بيض باع أنتو فين بيتكو فين؟ إحنا بالتجمع الأول تاني شارع يمين تاني شارع يمين الصفحة اسمها لقمة هنية لقمة هنية هي فعلا لقمة هنية أنا سعيدة أنا سعيدة أنا حقومت بعد البقرة أصلتها وقيتها خلص بس أنا وخلصتك أنا مكمل حضرتها كنتم مش عايمين أنا بنقول يعني الفقرة خلصة بشكركم جدا ربنا يوفقكم لقمة هنية إن شاء الله أسمع قريب قوي إلا أنا نفس أسمعه إن شاء الله إن شاء الله يكون الموضوع نجح جدا وبقى عظيم ربنا يخبز لكم العيش ويرجعكم بلادكم بسلام وأمان بس أنتوا في بلادكم برضو بسلام وأمان يا حبيبة قلبي إحنا مقصودين نبدأ في مصر يعني إحنا جدا سعيدين أم الدنيا ربنا يخليكم لينا أنا بتشكر مصر وبتشكر شعب المضيف اللي ما حصفنا أبدا إنه إحنا عاديين غير بأهلنا وناسنا بين أهلنا وناسنا الحمد لله فعلا في ناس كتير كتير ساعدون بتشكر كتير ناس اللي سندتنا ودعمتنا ويعني بشكل عام وأخص مدام هنا معلش يعني في مدام هنا آه مدام هنا كتير يعني كانت الدعم الأساسي يعني ربنا يكتر من أمثال مدام هنا احنا كمان بنشكرك يعني ربنا يقف مع العبد مدام العبد في عون أخي مش كده كانوا كتير كانوا كتير معنا يعني سند الحمد لله يعني ربنا كان واقف معنا وسخرنا ناس كتير تساعدنا الحمد لله الحمد لله نورتوني وإن شاء الله أسمع عنكم كل خير بإذن الله بإذن الله الست هي الست تكون سورية تكون مصرية تكون زي ما تكون الأكيد إنها وتد وعمود خيمة قادرة تقف في وش أجمد ريح وتشيلك وتعدي بيك سبع بحور وما تستناش لحمد ولا شكرانية لين دا واحدة من الستات دول لا تعرف تقع ولا تعرف تنخ تعرف بس من قلب التعب تمد إيدها تريح غيرها ومن جوه الفشل تحفر سكة للنجاح والبكرة جديدة حركة التقديمة على طب لاي سودة ولا أرضية سودة دا طبقا الجرانيت هاد دا جرانيت دا أنت اللي عملة هتلاقيك لا أنا هدول شاريهم واحد في يعني من بره جاي وشاري ديا هون فكرة تجديدة وبالفنادق بتتقدم بس الفكرة أنت فكرت أنك نعم نعم انترنت كماني بشو والحاجات دي على حاجة سودة كده بش كده بالضبط طيب إحنا معنا السيدة ليندا صبحي والأستاذ أمير ندار ليندا 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 يا ليندا ليندا طبعا ليندا وأمير جايين من سوريا وليندا كان عندها تجربة أو يمكن بقى أنت وأمير بيشتغل ابنك بيشتغل معاك من الأول ولا من الأول كان بالمدرسة يعني وبعدين اتجاه للعمل بعدين أنت أول ما جيتي عملتي مطعم الأول مش كده أنا فتحت مطعم وكانت الظروف بمصر لسه الثورة والمنع التجول والظروف كانت مش سبتة يعني أنت بقالك هنا 6 سنين من 2012 وما نجح فقفلت علشان خلاص يعني المصاريف وكده فقفلت وأخد شقة وابتدات من الشقة اللي أنا أخدتها أيها بس أنت خدت قرار أنك تشتغلي مع أنك أنت سيدة بيت أو رب البيت من الأول مش كده طبعا علشان يعني خلاص يعني ما فيش مجال يعني إزاي حنعيش يعني الفلوس اللي نحن حطيناها في المطعم راحت راحت خلاص فما في مجال والاعتماد كان علي أنا بعدين الشباب الله يخليهم شوي شوي هم ساعدوني عندي عادل الأكبر وأمير ونمير ثلاث سبيان الله يحميهم يخليهم الله يخلي وشوية شوية طورنا الموضوع وعملنا صفحة على الفيسبوك وأخدت من الشقة اللي جنبي يعني مش شقة يعني أخدت زي محال صغير وعملت مطبخ وصرت أشتغل وأطلع عزومات وأطلع طب ابتدتي إمتى تحسي أنه الشغل من البيت يعني جايب نتيجة والله أنا من البداية الزباين اللي كنت شغال عليهم بالمطعم هم يعني كانوا واسقين في الشغل وعملوا لي دعاية حلوة يعني بالبداية طب هاي يعني ما أثرش عليهم ما فقدتهمش لما لحل أفلوا كده يعني يعني هما بالبداية كده وبعدين هي الدائرة بتوسع شوية شوية وعمير أنت دارس إيه أصل أنا لما جيت على مصر قضيت سنة في مدرسة أبو زهرة بعدين وقفته وانزلت على الشغل يعني الحمد لله ربنا يحميهم وخليهم هو أحلى حاجة بالموضوع ده أنه أنا كسبت أولادي وصار عندهم تجربة ونجحوا وحسيت أنه هم فعلا رجالة ربنا يحميهم لك وخليهم لك يا رب تفضلوا دايما في ظهرها كده تعملوا لنا أكل عشان أنا أكل صح طيب أنت دلوقتي عاملة حاجات جديدة علي شوية يعني ده إيه دي كبة مشوية كبة مشوية أيوة تمام وده إيه دي كبة درويش كبة مقلية بس اسمها درويش دي نحن حلب من حلب فدي مختصة فيها حلب يعني هي مقلية هي صوابع عادي بس لمؤخذة آه صح ده صح 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 دائم لنشوف الفرق دي مشوية عالفح بس نفس لا التابلة طبعا والتيست حتحسي بالفرق حتى الحشو مختلف عنها مختلف ها هاد الصح آه صح بس هما هما لازم كان يتسخن أكتر يعني إحنا ما بتفرقش معنا الحاجات صح صح إحنا بنخبر أي حاجة هنا صح دينو هنا يعني كل واحدة لها طعم صراح هو طبعا دينو شطشطة سنة سنة فأنيقة في الشطشطة صح حقيقة يعني ما خليك طعم ده هذا سنبوسك اللحم سنبوسك لحم وده سنبوسك جبنة سنبوسك جبنة بس ليه كرنشي هو السنبوسك ده لحم ولا جبن لا هذا جبن جبن صدقتك صح أوك طيب ده إيه بقى برضو ده شكل جديد دي هاي المعجوقة إيه ده المعجوقة عبارة عن لحمة كفتة رحمة مفرومة ضاني وبتنحشها فطر وفلافلا وفستق حلبية وفرفل أحمر طبعا بألوان فطر يعني مشروم مشروم بالزبط بصوا عاملة إزاي اسمها معجوقة يعني مزحومة صح بالزبط طب ليه معجوقة يعني هل حلب هيك سموه معجوقة هل حلبة مطبخ حلب مختلف كتير لا يعني هو نفس المبدأ بس يعني طبعا كل محافظة لها تيست معين يعني زيادة بس يعني نفس المبدأ نفس الحاجات يعني ما فيش لا بس دي أول مرة شوفها المعجوقة دي والله أكيد حسيتم فهم الجبني يعني كما فيها جبني فيها خضار فيها خضار والمشروم والسق الحلبي طيب عايز أعرف هل تقليدي قوي أن تحطوا سنوبر في كل الأكل؟ يعني هو طبعا نحن معظم الأكل نستخدم له مكسرات معظمة يعني بس هنا مثلا أنا ما جيتي مش عشان غالي وكده يعني بصي أنا بخير الزبون يعني في حاجات طبعا ما تنفعش من غير مكسرات بس في حاجات يعني إضافات فأنت أكيد بيبقى اللي فيها مكسرات أغلى طبعا شوية شوية مش كتير لندة لندة ده إيش ده إيش مين ده اللي هو عامل إزاي؟ ده برغب مع الدبتور مان زيت الزتون ده البارد ده نومن أباتايزر يعني بس أنا ملاحظة أنك مهتمة بالبارد يعني أنت عندك المسل المحشي ده بارد ده ورقة بزيت ده ورقة عناب بالزيت هو علشان أنا الأكل تبعنا أغلبيته الدسم لازم يكون يعني سخ من الطنجرة يعني أبدا من الطنجرة تحطيها على صفرة أكلي فاعتمدت على الأكلات والأصناف اللي هي بتبقى شوي بارد اللي ما بأثر إذا كانت علشان أنت مش هو ما بيأكلش عندك في الريستوران طب تبعات له أو بيجي أخذ الأكل فمسافة السكة بيكون فقد شوية مشكلة لا بس كمان أنا لما أبعت الأكل يتحافظ أحاول أنه يتحافظ على السخونة بتاعته بس هنا لما جينا فترة طويلة يعني فبرد الأكل طبعا الباكنج فأنا أعتمدت على الأكل البارد الباكنج المناعتمد عليك ماني بيحافظ على الحرارة آه طبعا دي حلو أول برغل برغل وزيت زتون وخضرة ودبس الرمان وخضرة دبس الرمان ده ساحر صحة وصفة ساحرة طيب دي صفيح دي صفايح بالعجين هذا اسمه عشر بلبل بس اسمه عشر بلبل عشر بلبل عشر بلبل دي العجينة بتاعته مختلفة عن الصفايح دي عجينة البقلاوة يا سلام شبيهة يعني يعني زي عجينة البقلاوة طيب تدايقين يا لندا ما كنتش حاعة كنت تعديها يعني لا لا ما تعديهاش طي لازم تدقيها أوكي معلش هاكلها زي البيتزا صحة آه مختلفة طعمها مش زي اللحم بعجين آه ده اللحم بعجين ده ها طيب انجيل الاكل بتطلب منك ازاي بقى أردارات آه عالتليفون آه وقبل بيوم حسب الكمية يعني في حاجات أنا على طول بجهزة آه بجهزة وبتكون بالفريزر زي مثلا الكبة آه مثلا الكبة كمان يعني فيه أصناف توقف على الألي بس وعال شوي آه يعني من جهزة ميين وممكننا نشارب بالفريزر توقف على الشوي والألي فيه أصناف دي ايه دي برضو شكلها جديد آه دي اختراعك من أنت اختراعك ولا اختراعها من إم انت آها آه ايه دي هي الأصل يعني أكيد طبع دي كوبابة برضو كوموبة برضو آه دوية برضو هاي مشوية تعبت من كوميبة آه يعني يعني سوري في كوبابة دي سوار الست دي مختلف لأ بس مختلفة طبعا كل حاجة مختلفة طبعا يعني دي المقلية غير المشوية غير سوارست دي بصانية أكيد صانية أنت عارفها دي اسمه إيش وارسست؟ سوارسست سوارسست طيب وهناك دي؟ ده بطر يعني إيه؟ ده البابا غنوك مع اللحمة المفرومة والسانوبر آه مش زي الحمص باللحم لا لا مختلف هذا مختلف يعني طبي هو عبارة عن مطبل هو بنجان مشوي مع طحين وحمود وبعدين منحط عليها لحمة مفرومة بتتقلم مع صلصة وبتنفرش عليها ومع صانوبر كمان من أنواع المقبلات طيب دي دولمة مشكلة انت بتقولي الطبق ده تركي؟ لا ده التركي ده يالانجي ده بالزيت ده محش سوري ده بيسموه إيه؟ يالانجي يالانجي آه بص بتنطقة زي يالانجي آه تركي جدا ده دي محاش بس بلحمة ورز وفلفل أسود طيب وشربة اللحمة طبعا والطماطين طيب وده ما كدوس ده إيه؟ لا هذا كباب باتنجان يعني ايه كباب باتنجان؟ وفيه ايه النهاردة؟ ايه كباب باتنجان ده؟ هو ده؟ كفتة كفتة بتنشك مع بانجان يعني شقفة كفتة مع شقفة بازنجان وبنشاوه على الفحم بعدين بدخل على الفرن هو طبعا بس فيه كفتة طبعا قدامه وبدخل على الفرن بعدين بتقطع الخضرة طبعيته وبتنفرش على وشه يعني انت بتعمل البتنجان لوحده وكفتة لوحدها؟ لا هي تنشك على السيخ شقفة كفتة وشقفة بتنجان يا سلام كده بس كله ماشو دي لطيفة اه اه ماشو على الفحم انت عارفة ان انا كلت عندكم في سوريا يعني مش المحل او احنا هنا يعني كلنا البتنجان مربة اه طحفة انا بعمله ابيض ولا سود؟ لا اسود اسود اه؟ محشي جوز ايش محقول؟ محشي جوز وده ده له طريقة معينة يعني ويتكلس يبقى قاسي كده ايوة زي المارونجلسي بتنبتن بزبط ولو بحارات معينة القرونفول والقرفة طيب اي تانية ناقصنا ما جربناش ايه الاحمر ده؟ دي المحمرة لازم تدقيها دي المحمرة دي بتتغمس اه مين اللي بيعمل فيكو اللبنانيين ولا السوريين المشطشطة اللي هي البتنجان مشطشط بس ما فيهوش حاجة خالص والسلسة كده زي المسقعة بس بردة ملأ مش انتو حرقة لأ 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 مش حرقة انا عاملاها مش حرقة لين ده؟ حياتك لأ بس طحفة دي اه طبعا تتغمس وما تتغمس اه ودي تتقدم مع المشاوي اه مع ال اه ممكن تبقى ديبس تحط فيها كده كده يعني هي هي نوع 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 كمال مقبلات يعني بتقدم مع الاصناف الجانبية بس بس اللي كنت عايزة اقولك دي كلها فلفل احمر بس فلفل احمر ومطحون معاها جوز يعني هي عشان كده جوز اه عين جمل اه مطحون معا يعني هو مطحون معا من عدل الزينين مطحون معا جوز طبعا حاجة دفس رمان اه وكده يا لهو يا ليل ده انا بحبك اسألي قلبي انا بحبك يا ريت والنبي يا سي امير عايزين ولا خليك احسن هتبوز الاضاقة خليك 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 احط اصلي مش معقول المنظر وتلاقيك انت اللي رصص اللوز الله يخليك اليلان دي كمان ما دقتي لسه اللي هو ايه الورق العنب بالزبط ده بدبس الرمان دي ايه دي كبرة بصينية كبة صينية تعمل كبة صح طبعا احنا المصريين عارفين الكبة الصينية لا كبة الصينية بيعرفوها مش بصفاتها يعني سورية او غيره يمكن بصفاتها اردنية باسمها ايدي تركية شوية معرفش ملينة داليا لاندي اه مش داليا لاندي ايوه يالاندي يالاندي ياليندا يالاندي ورق عنا بس أصلحه حلو ده في ديبس رمان يا قرابع ديبس رمان ده حلو جدا صح صح هو بتاكل سائع هو بتاكل سائع عايزة تعملي ايه قدام عايزة توري شغلك ازاي ده عند امير امير شباب بحرم يعني هلنا عم نحاول نطور من طالة من يوهات وعم نحاول شوي شوي يعني يصير عندي مطعم يعني بإذن الله مع المستقبل يعني ولا تشغل نظام الديليفري تتوسع وتشغل الديليفري هلأ هذا خط وهات خط يعني بس لا اكيد المطعم افضل يعني اكيد المطعم افضل يعني والمطعم انت مثلا محوش أصناف تعملها في المطعم اللي هي السخنة السخنة تنزل على طول طبعا حاجات ما بتعملهاش دلوقتي حتى هلأ مننزل أصناف سخنة مثل ما قلتلك باعتمد على الباكيند كمان بس في المطعم اكيد افضل يعني انا بفضل على طول الاكل يكون ينزل لي فورا طبعا على طول على الطبق تابعي طبعا اي شيء ديليفري بختلف تماما لما بتاكليه فورا على الطبق يعني بس انتو ما شاء الله يعني الديليفري عندوكو فاسيليتي اكتر لانه كله سهل وسائع يعني اليلان دي لأ بصراحة صفرة رائعة ومجهود هايل وربنا يباركلك في أولادك يا رب تقفوا جنب أموكو كده رجالة حبيبي وربنا يباركليكم وفيكم وان شاء الله ترجعوا وان شاء الله بس انتو في حضن أهليكم والله الحقيقة مصر يعني غنية وصعب واحد يصف اللي عملته معنا الحمد لله حبيبتي انتو أهلنا وناسنا حبيبتي نورتوني يا لندة وانت نورتين شكرا كتير لزوائك ربنا يخليك يا حبيبتي الله خليك لو كنت من حريفة السيرتش عن كل حاجة قبل ما تجربها فكل مواقع البحث السيرتش بتاعة الأكل هتلاقيها بتاخدك من إيدك وتسلمك للخال واحد من أجمد عشر أماكن للأكل في القاهرة بشهادة كل الأكيلة وعشاء التميز ولما تلقى الكل باصم بالعشرة على الجودة والطعم والخدمة تعرف إن الخال ما بيهزرش يا السلام هنا بقى ده جديد علي مصمت سوري جديد علي معلش عذر لجاه لي أنا سواد وعبد الرحمن باركة ليكم قصة الأول حكيتها لنا قبل ما نفتح الكاميرات إيه هي؟ هي كنا في الشام نحنا نشتغل بيها نحنا بالأول فتحنا مصلحة لحمة لحمة ضاني خاروف نشتغل بيها وبعدين نظافة الشغل صارت العالم تطلب مننا الأكل ده الأكل ده يتطلب الشغل النظيف يعني تعارفة مثلا البومبار السجل عاوز نظافة المتعوب عليها أهم حاجة تمام إيجي الزبون وشوف المحن نظيف مثلا يسألنا مثلا ليه ما تفتحوا المجال ده هي فكرة إيجيت أيوة بس أنتو مصلحة لحم يعني خاروف خصاب يعني أيوة جزاء تمام كل واحد صار بمكان واجتمعنا بعضات هون بمصر عن طريق الصدفة يعني صدفة أه ولا كنتو عارفين كل واحد أن التاني جاي مصر لا 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 بالعكس بعدين كان شكلها إيه لما تقبلتو؟ دي أيام ما تقلتساش يعني يعني إحنا لما شفنا بعض إحنا ما كناش مصدقين إن إحنا لتقينا في بعض أصلا كنتو فين في شرع إيه إحنا كنا في الحقيقة الثانية قدام مدرسة أم المؤمنين تمام أنا كنت بجيب حاجات ماشي كده متو هو آه آه تمام أنا كنت بجيب حاجات في السوبر ماركت هو كان بيجيب حاجات وهيك فجأة يعني شوف ربنا وانطرحة الفكرة وقتها انطرحة الفكرة إنه إزاي إنه السوريين هنا يعني دائما نفتحوا شو شاور ما شاور ما كترت بمصر حبينا نفتح بقى حاجة غريبة ونحن نفهم بيها ومعروف اسمنا في سوريا على الموضوع ده إنه الحمد لله اللقمة طيبة والنظافة أول حاجة عندنا آه وفتحناها والحمد لله والعالم بلشت تيجي والدوق تعرفي أنت أول حاجة إنه الريحة آه طبعا هي حاساسة أهم حاجة الزنخة أو أي حاجة ما فيش الحمد لله أنت كنت هناك عاملين مصمت أيها طبعا طيب بس أنا اللي تقال لي إنه أنتو لما فتحتوا المصمت اللي هو مطعم الخال أو مصمت الخال اسمه كده اه طبعا الناس بتدت تسأل على مصمت مصري طبعا فأنتو قلتوا إيه ده يعني إيه صعب علينا ولا إيه رحنا عاملين لتنين صح 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 إيه بقى اللي عندك هنا مزيج أو شبه بعضه هلأ اللي صار ده البومبار اللي محمر طيب إحنا عندنا بسورة ما ما نحمروش أبدا دايما هو نطبخه نحشيه رز ولحمة ولو تطبيق تطبيق تبهارات اه ونسلقه نظام اه إحنا بعد ما نطبخه نسلقه يعني نحمره بالزيت وإنتو طريقة مصرية دي دائما وإحنا بنحطش في لحمة كمان مش دايما اه طبعا لحمة وخضار كمان الحشوة بتاعكم بنحط رز وخضار مش دايما لحم مش مطلوب ايوة لأ نحنا عندنا رز ولحمة بس اه وعشان كده مثلا تطلب من العالم انه يجي مثلا المصري اه تعجبوا حتى في حتى يعني يكلوها على طريقة سورية ويحبوها اه نقولهم مثلا نعملها على الطريقة المصرية لا نخلوها على الطريقة سورية كده أطيب يعني يعني يستمتع بها بس والمقابل كمان في مصريين حبوها ايه على طريقتهم ايه نحنا ليه ليه ما نعملوها يعني نساويلو نيها نشتغل نيها نحمر لونيها وننزل لونيها وكتير تعجبوا الحمد لله طيب دلوقتي ده المنبار المصري وده المنبار السوري بالضبط هات حضرتك واحدة من ده واحدة من ده السيادتك بمنتهى اللطفة والخفافة من هنا ايوة لا حبل هو ايه انت هات حبل مش شغال وهات حبل من هنا هات الحبل على بعض وحرجع لكم الباقي يا ساتر على الشح الله يسامحك على حسابك اوكي ودي كوارع بالضبط ودي لحمة راس بالضبط مختلفة عن اي حاجة مصري انتو بتقلوها برضو لحمة الرأس انتو بتحبوا بشكل عام الاكل دسم والضاني عندكم الولي بالنسبة للعجل انتو اغلب اغلب اكلكم بالعجل ما بيع اه ما اعربش انا اول مرة في حياتي حكوا الحاجات من دي ضاني دوقيها وشوفيها وانا عشان خطر عيونكم الله يبقى اهلكم واحبابكم اه الله انا ما بكل شضاني البتة البتة انما علشان جمهوري الحبيب وديوفي الاعزاء والعيال اللي حوالي اللي عندهم تتدب فيها رصاصة دي بس الاول فهمني قبل انا حدتدي بالشربة ده ايه ده بصوا ده ايه دي اسمها عندنا في السوري اباوة اباوة اه وهي ايه هي بالخاروف ضمن ايه اه هي معدة معدة الخاروف معدة الخاروف ضمن الكرشة تيجي اه تمام اه واللي الحبة اللي نهاها دي الكوارع طيب هي الكوارع صغيرة انتو اه غلبان ايوه غلبان ايه جيه في الكوارع على ايه جيه غلبان تمام وبس دي بالنسبة للمادة طيب سانية واحدة عشان هدوق الشربة ان شاء الله بشيف والله عشان خطركم والله اللوية هتعجبكم ان شاء الله سخنا نار احيه علي طيب ماشي استنى اه الريح كما قال يا طبعا الطعم الطعم نضيب عوزة ليمون عوزة عصرة ليمون عوزة عصرة ليمون حاضر اصرنا ليمون ايه خليك يا عبد الرحمن حادث ايه تستطعمي بيها اكتر يعني عصرة ليمون مع بهارات بطلع طيب اه هيوه بالزبط ما هي باكن في ناس كتير اوي تحب الشربة باللمون انا يعني مش مش شرط بصوا اهم ما يميزها فعلا ريحتها حلوة جدا وتحس انك انت بتشرب حاجة نظيفة جدا يعني بيهاش اي زفر اي احتمال لزفر طيب دي فاتة ايوه اعمل ايه انا هاكل البنبار السوري الاول اللي هو ده ايوه هو ده تمام تمام اهو اهي سوري لحمة ورز بس بس لها معاها ضغط حنخلي الملح الطلب طلب الزبون اه طبعا اه شعليها ملح دي المصري انا بحكم دلوقتي انا حكم مفيش بارق حلوين اول اتنين بس المصري تقرمش لانه ايه عايز تعمر اكتر من كده بكتير عشان يهب صح اكتر من كده طبعا طي انما بتاعتكو طحفة السوري طحفة ادوء دي لو اطعطاه حيطلع رز ولا ايه رز ولحمة طي سوف شكلها الامل هي اهي انا اطع حتا كبير اوي شوفته عايز حتا يا ضيبة انا بحب ان اكل حاجة مدمليكة ريز ايه يعني انتم الورق والكوسة طب خلينا دق لحمة الفتة الملخص بان دي ايه بقى دي زبادي وطحينة وخبز مقلي خبز عيش مقلي خبز شامي ايوة وزبادي وطحينة ومكسرة طبعا انتو لو فاكرين وذاكرتكو قوية هتفتكروا ان الكندودة الجميلة كند علوش عملته لنا فانا هقارن بين فتتكو وفنتت كندة هو زي بعضه يعني سوريين زي بعض دي حلو قوي حلو قوي ان شاء الله بيانا مشي لا فيها حاجة ازيد من فتتكو او مختلفة سنة عن فتتكو فيزوز تتبيلات انت حطت فيها اي دبس رمان دبس رمان ما اسمعك بنت ما حصلتش والله ما حصلت يا لاوي حلو قوي يا جماعة دبس الرمان ده وصفة سحرية بيلعب في حاجات كتيرة جدا وبيغير مقاوماتها السايدة المطعم فين يا حبا بتكلموا كتير المطعم بأكتوبر الحي الثاني شارع مدايسة جيل 2000 مجورة الرابعة مش معقولة الفتا انتي بس عاوزة يجي نعمل لكها من هنا ده انا هقول ده لسا كنت هقولك كده بعد ما يقول انتوا نوردوني والله منحبلي اكتر الله يبارك انشاء الله متوفقين وزي الامر وشغلك وزي الفل فعلا حاجة اشتا اشتا ناصعة البيض والنظافة والريحة الريئة الحلوة الجميلة وبجدنا مبسوطة الحمد لله والله منحبنا بالاكتر احنا يعني بصراحة حاسين يعني ايه اللي خلانا نتشجع ونفتح مشروع زي دك يعني كذا حاجة اول طيبة الشعب المصري يعني هو اللي ينصحك انت تشتغلي ايه يعني مايهون علي انك تشوفي قاعدة مثلا واقفة لا تعال اعمل كده حتتوفق حتستنفع يعني ليه طيبة قلبه هو اللي خلتنا ايه الحمد لله والله يعني حاسين ليش مرات تورية ابدا انتو بتعملوا معنا نفس الحكاية محدش فيكو عمرو استخسر لا كرم ولا ضيافة ولا اخوة ولا مواقف نبيلة يعني شي عظيم الحمد لله الحمد لله انه شعب واحد بالنهاية احنا شعب واحد الحمد لله ويعني وازمات هي اللي بتخلي الشعب يبين مين هو بالازمة حبيبي احنا كلنا بنورة بزمانة واستقبلتونا فتحتونا إليكم شاء الله يبقى كل شيء يا ربي يجي حلو خلينا تفاقل دايما ودايما الزمن علمنا انه في الحاجات الانكسبكتل اللي محدش تخيلها بتحصل صح فإذا محدش يفقد الأمل انه راجعين ان شاء الله وكل حاجة ربنا حيدبرها من عنده ان شاء الله حبيبي احنا بيش يفقدنا يخليكم ماكل قبل العيال ما تأكل صحة وانا الحلو السوري ما توصفش بالكلام لا 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 دا تنظم فيه قصائد من أكابر أهل الشعر والكلام قوم لما تفكر تشتغل في الحلويات الشمية لازم تبقى عارف سقف طموحات الزباين واصل لحد فين بس الصراحة بقى دومه كان قدها وقدود وعرف يغاز المزاج محبين الحلو الشامي ويوقع قلوبهم وبطنهم في هوا الكنافة النابلسية واخوتها ما تقولش ان صاحب المحل ده والشاب الصغير أسامة اللي عاد جنبي الجميل ده لكن تقول ان دي صنعت ايد الشيف طلال صح؟ صح طيب انت ابتدت امتى يعني عملت المحل امتى تقريبا من سنة من سنة؟ اه اول فرع فتحناها بزاية تقريبا من سنة وفرع المهندسين بقى له تلات شهور بالزبط ما شاء الله تبارك الله انت عندك كم سنة يا ابن؟ لا مش صغير قوي يعني بس والله بربو انت كنت فتح في سوريا؟ كنا فتحين حلويات ها ولسه مستمرة هناك؟ ولسه في فرع هناك ما شاء الله ما شاء الله وطلال تعرفه من هناك؟ من هناك وجاي معاي على هنا وفتحنا المشروع دلوقتي انا بقول شيف طلال الاكل السوري بيتخن او الحلويات قال لي لأ بصوا بصوا المحادسة بقى قال لي لأ ما بيتخنش منتصقة صح؟ تمام صح مدام بص بص التحدي طي ازاي يعني عايزة أفهم ونبي أسام حضرنا لما تبقى الكنافة بالإشطة دي ايه دي؟ دي كلاش بالفصدق يعني اسمها عندنا وربعة وربعة بالمكسرة طيب ازاي ما بيتخنش ممكن تشرح لنا؟ دولي دلوقتي حضراتي قا حتبين معاك دلوقتي طا ممكن عشان عسلها خفيف أو مش مسكرة زي الحلويات المعروفة عند خفيفة جبنة طبعاً فيها ايه دي؟ دي فيها مقسرات فصل وحلبي طبعاً والعسل بتاعها بيجي خفيف الكلاج بتاعها طبيعته خفيف الطريقة الصنع بتاعه تعامل مع العقين يعني انه طريقة الصنع تكون خفيفة المسبة يعني انه للسن والدور والعمر اللي عايز يقولها يعني يعني انت بتاكل حلو؟ اه طبعاً كل ده مونت عسامة؟ طبعاً وستاتكم ما تخنوا رفيعين؟ قولي الحق لا انا لسه ما تجهل لا انا رفيعين لسه أعزل رفيعين؟ طيب اشرح لي ايه تاني؟ تتصيبت عليها لك لا لا ماشي معاكب الكلاج بالمقسرات دي تيه حضرتك اشرح ليك بالاصناف التانية انو شوفيه انت حضرتك ده ايه؟ ديه كنافة النابلسي ان احنا مشهورين فيها بسوريا يعني الاخلات دي لقدامك دي ده التوراس بتاعنا ان احنا السوري يعني ده الاخلات السورية اللي ان احنا مشهورين ونشأنين عليها اه الطبيعية عندنا يعني طيب حبينا ان احنا نجرب الفكرة هنا معا انت ديسه هتجرب يعني نشوف هتهزر فاضل يا ده يا ابني ده من ايام من زمان قوي انا ابتدت في الدنيا فتحت عيني على الكنافة مش النابلسية قوي لها دموضة جديدة لكن طبعا الكنافة المفزدق دي البقلاوة ، الكل وشكر ، الأصابع صعم بسموها صابع ام يعني مش محتاجين ايه ده ده ايه دي صلاة الفوق محاول اغلقوة الا بالله فوقي واشطة دي ايه طيب دي غريبة دي غريبة ده غريبة ايه دي مسلا اول مرة اشوفها بالحجم ده انا اسورية صغيارة يا صغيره محلوة قوي وبالفزدق حلوة قوي ايه اللابيال ده دي قنافة معمولة بالعسل الطبيعي واسمنا البلدي واللاشطة الطبيعية طبعا لا ما بتخخانش لا العسل الطبيعي ما بتخخانش واسمنا البلدي ما بتخخانش لا هو بص فيه نسب نحن مشتغل على نسب معينة خد يا أسامة الديني حبة والنبي عناية حت الكنافة من عكيشة دي حلوة يا سيدي يا سيدي كفايا كفايا يا حبيبة لسا أكل ببنكم رب علي إستورك يا رب صحة والفانة ما بتخخانش ما بتخخانش لا ما بتخخانش يعني ممكن تاكل منها تاكل الطبق السكرها قليل جدا مش حاسة أنا باشطة مش حاسة بدسامة لا لا زي ما قولتلك مدام يعني إحنا بنعطي النسب لكل صنف حلويات نسب سعيرات الحرارية بتاعته وإن حتى الدسامة بتاعته تكون قليلة عليه ده عندي سامنة بلدي آه سامنة بلدي خفيفة قوي يا جماعة إحنا يظهر سامنة على فكرة السامنة البلدي إس كوليسترول فري أهو صح؟ صح؟ طب صح؟ طح ليه صح؟ صح لأنه الدهون بتاعته مش عالية صح وهي الدهون بتاعته مش عالية زي مش أنتو زيين أنت تعملوا بتسيحوا القشطة أو الزبدة الفلاحية آه تاخدوا المرت على جنب المرت على جنب تفصلوا المرت آه طبعا فهنا راحت الدهون في المرت راحت الدهون آه هو فيه فات بس ما فيهوش كوليسترول صح طيب حضرتك هتدونا ايه تصرف لنا ايه تاني مادينة القريسة بالفوزدو تيه حاجة شبيهة بالبسبوسة المصرية آه امسكها له امسكها له يا طلاح اتعامل معنا اتعامل امسك له الطبق بس اش هم يسرحش منك ايوة كده وهات بقى واحدة من الابيض اللي عليها طربوش ابيض دي يا سلام دي ايه دي بقى لوة؟ لا كنافة تيه كنافة نسميها ان احنا عش الفلبول طب هات بقى الميلي شوية كده خليك نطيف ايه يا طلاح؟ بخيل بخيل يا طلاح يا ساتر عليك بص بقى عايز افهم ايه الصفرة دي لا دي الصفرة دي خلاصي دول انا اشرح لك بقى موضوع دي موضوع شوي يعني موضوع طوي اه خلاصي دول انا جاية من بيتنا تبهد لينا في البينامج ده ولا ايه؟ بص بص دي كنافة طبق اللي هي بيبقى فيها ساعات بندوق مش عفقى معمولة على كبير هنا كده طبق لا دي كنافة دي كنافة اه اوكي عليها؟ اه عليها؟ عليها اشطة صرف كده؟ اه ويش؟ ما بتتخنش؟ لا لا بس هي الأشطة السوري أخفة من الأشطة المصرية بكتير ده سمان ايه 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 خفيفة قوي خفيفة صحة روعة والله العظيمة الحمد لله يا رب على نعمك طب ايه طب ليا انت عايز تقسكني كل ده طلال وبعدك قولي guns بطاع ده لأنو دي فيها طبيعة مكسرات دي معمولة بال أه العزينة بتاعتا معمولة من الجبنة طب ما يبقى كل ديت بعديني حلي بالمكسرات واعناديش مش اي مشكلة الطبق يخمادام بص بعدها هات انت الطبق التاني ده من سحديك وباعتو يعني مش هها بالجبنة اه بصوا شكلها غريب جدا محشية إيه محشية أشتر طلعت روحي طايب خد قال مبيتخنش قال يلا الحمد لله دعبقى لي أسبوع ما باكلش باكل ورق جرايد والله العظيمه عشان اجي أعملكم الحلقة دي صحة يلا الحمد لله ممم المصحف ممكن أكل الطبق كله ولا أي جزعان ولا أي دم ما پاعمكم فين عندنا فرق بزايد وعندنا فرق بالم SL مهندسين فين في زايد؟ في زايد عند المشفى التخصصي عند وادنية تقريبا والمهندسين فين؟ تقريبا المطعوبة يعني عند نادي تلسانة والله ضومه؟ ضومه الله إلحق يا محمد دول جنبنا هناك طيب أنا آخر حاجة هعملها تفضل عشان ما تخامش أرجوك هدوق دي كنافة بالجبنة بقى يا نهري سوح معلش بقى 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 تقاطع فلاحين طيب استغزيني أخو ده ما اطعليك؟ خلاص بقى ديني وصلت لجزء يا لهوي آه طبعا مبسوط مبسوط يا حبيبي إيه الجديد هنا؟ والله نحن عندنا يعني فيه حقايات جديدة يعني كتير نحن صنفنا معه وتعاملنا معه مع المواطن المصري صنفنا له الأصناف الحلوية طبعا ترجع للصنع يعني طبعا لأنه نحن المهارة فيها يعني شغالين فيها بقى نحن صنفنا عليه معه بالنسبة للقنافة بالنسبة للبسبوسة بالمكسرات بسبوسة بالكاجو كنافة النابولسي اللي حضرتتي قلت دي عارفها فيها عندنا كنافة على الفحم طبعا هي كمان موجودة معانا تمام اللي محطوط عليها القشطة دي دي؟ دي معمولة كنافة معمولة على الفحم ومحطوط عليها القشطة عندنا طبعا أنت عارفها بالنسبة لل كمل يا أخويا أنت مستنى يا ولد تنشوفك الجريمة كاملة؟ ماشي فيها عندنا بقى المعمول العقوة عندنا البرازق برازق دايجان عشك يا ممكن أكل طبع دا كل الصبحة عندك معمول العقوة معمول العقوة دا؟ الآخر دا إيه؟ هو دا معمول العقوة ومال اللي بين البرازق وبينها دا إيه؟ لا دا الكل وشكول يا حضرتك أنت كل وشكول معمول العقوة طبعا برضو صغير أنتو يعني الموديلات تاعمل طبعا يا جامعة خاصة يعني طبعا أنت عايزة تصنف نفسك وتترويجي شغلك يعني عايزة بكون في تعب على القطع طبعا عشان تختلف مالياع الناس هتديلك وانت شبه كل حاجة تانية ليه؟ والله أنتو نورتوني الله يخليك والله ينورتوني الله يخليك آه يا سلام مسك الختام بنا نخليك صحة وقال فهنا ربنا يوفقك يا ابني حبيبي يا رب الله يخليك يا رب ويكرمك أنت وهو الله يخليك افتح لكو أبواب الرزق وخبز لكو اللقمة الحلوة الله يخليك تفضلوا في حضننا كده لحد ما ترجع معززين مكرمين زي الفل هنا زي الفل هناك الله يخليك يا رب آه يا سلام نورتوني الله يخليك إذا نورك ما دعم الله يخليك بنا أخليك بنا أخليك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك وتقدر تستخدم وحداتك في اللي نسبك اندجو اختيار يغير حياتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة